ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ذات المصدر أن الطرام أغلق أبوابه وانطلق فيما الضحية كانت لا تزال رجلها عالقة بين السكة من جانب باب الطرام حيث أصيبت أيضا على مستوى وجهها بفعل الاحتكاك ذات المصدر أورد أن الإسعاف ورجال الوقاية المدنية استغرقوا وقتا ليصلوا إلى مكان الحادث رغم الاتصالات التي أجرها العديد من الأشخاص هناك وتم نقل الشاب إلى المستشفى في سيارة الإسعاف من أجل الخضوع إلى العلاجات الضرورية شكرا شكرا